طبعا استغلال إعلام الإخوان لمثل هذه الأزمات بيبقى فرصة ليهم لكن المشكلة أن هم يعني مش بس فقدوا البصلة والبصر والبصيرة لا بيسادرون في كاتبهم وتضليلهم محاولة أن أنت تمسك عنوان يعني يقولك اعتقالات عشواء في المتر نحن النهاردة ما فيش اعتقالات فيش اعتقالات فيه ناس حتى الشباب الغاضب اللي داس على المكنة اللي خدوا شرطة المترو ورجعوهم تاني يعني طلعوهم تاني يعني فيش النهاردة معتقل واحد في موضوع المترو هو بيقولك وبعدين الأخ حازم عبازيم صورة قادمة البيت بتاعة 6 إبريل دي جوزها كاتب بش عارف إيه اللي هي قليلت الأدب دي اسمها إيه بش هقول اسمها قالك انتظروا غدا صورة الشعب المصري في ايه يعني مفيش مهنية ولا حد أدنى من المهنية حتى في معالجة الأزمات آيات شيطانية نفس الكلام اسمه ايه شرابي ده خرابي اللي سرق وزارة المالية وهرب اسمه ايه شرابي ده اللي كان قاضي عمر عبهادي نفس الشيء كلهم عايزين جنازة واشباعوا فيها لطن طبعا تويتات كتير جدا في محاولة منهم لاستغلال الموقف استغلالا انتهازيا وسيئا طيب الاخوان بيعملوا ده لما يبقى فيه أزمة طبعا عزل الجرف ام ايمن حبيبة مرسي قالت لك انا هقابله في الجنة وقال اللي قالت لك ده جبريل نزل صلى معهم في ربعة كل ده كل دي تعليقات الاخوان طب هل انتوا علقتوا على حضور اردوغان حفل تأسيس الدولة الصغينية في تركيا اقسم بالله محد علق بكلمة بس احنا وظيفتنا ان احنا نفضح كسبكم الاخ اردوغان اللي قاعد يشتم اسرائيل للونهار كان حاضر حفلها اول امبارح في تركيا حفل دولة الصهاينة احنا على اقل لما حصل السفار اسرائيه اجرت قاعة في قتيل وقتيل انترناشنال يعني قتيل الملاك بتاعه من جنسيات مختلف احنا رفضنا احنا غضبنا احنا اعلننا رفضنا للاخ علاء الرجل الاعمال اللي بشتري غاز اسرائيل وبيصدره وبيشتري غاز من مصر ويصدره اعلننا غضبنا ضده كل من حضر هنا لكن هل الاخوان اعترضوا على حضور اردوغان او قالوا كلمة سكتم بكتم ولا قالوا كلمة ولا قالوا حرف ومش هيقولوا لانه يصف القرداوي حبيب حخامات اليهود الصهاينة والاخوان اللي عايشين في حي الشواز في اسطنبول بيعودوا بالليل في الكبرهات ايمن نور بيعود مع الصهاينة وبيقعد اخي البزنس مع اسرائيليين ايمن نور اللي طول عمره مناضل حد من اعلام الاخوان طبعا مش هقول قطر ده قطر واسرائيل حاجة واحدة ده المتحدث باسم ما يسمى جيش الدفاع الاسرائيلي نايم قاعد في الجزيرة ده عنده مكتب في قناة الحقيرة في الدوحة انما حد تكلم عن انه اردوغان حضر حفل تأسيس الدولة الصيونية في تركيا لا نشوف الفيديو شكرا